بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين بصلوات صاحب القداسة والغطة ابينة طوبوي البابا المعظم الانبى جنود ثالث نقدم قصة حياة القديس البار الانبى رويس قصة حياة القديس البار الانبى رويس كعداد درامي واخراج سنير فهم ليس ملكوت الله اكلا وشربا بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس لان من خدم المسيح في هذه فهو مرضي عند الله ومزكا عند الناس دي تعالين معلمنا بولسة رسولي في رسالته الى اهل رميه اصحاح اربعتاشر اية سبعتاشر واتمنتاشر وقدسنا وقدسنا اللي هناخد بركة حكايته عاش حياته على ارض الغربة لا يهتم باكس او شرب لكن عاش حياته بر وسلام وفرح في الروح القدس من اجل خدمة السيد المسيح رب المجد وقدسنا هو القديس العظيم الانباء رويس او الانباء فريد واللي فترة من فترات عمره لقب بالانباء تيبي افليو اتولد عام 1334 ميلادية في قرية صغيرة اسمها مينيك يمين وكانت القرية ديت بمدرية الغربية كانت اسرته فقيرة ابوه اسمه اسحاء وامه صارة نشأ وتربى تربية خشنة كفلاح فقير وكان بيساعد والد اسحاق في الفلاحة واحيانا كان بيبيع الملح على جمل الصغير وكان كل اهل قريته بيحبوه لامنته ونقاءه وتقواه وقدسته والقرن الاربعتاشر يا حبيبي اللي عشيه قدسنا كان من اسوأ العصور اللي مرت بيها كميستنا الكبطية من اضطهاد وتعزيل تماما زي ما حدث ايام ديكليديانوس مضطهد المسيحية ألاوه على ان البلاد حل بيها وباء سديد وصارت مجاعة وغلاء حل بالمسكونة في هذه الفترة وعاصر قدسنا الانبلويس من بابوات الاسكندرية البابا مرقص الرابع الاربعة وثمانين في الفترة من الف تلتمية تسعة واربعين لالف تلتمية تلاتة وستين ميلادية والبابا يحنى العاشر الخمسة وتمانين في الفترة من سنة الف تلتمية تلاتة وستين الى الف تلتمية تسعة وستين ميلادية والبابا غبريال الرابع الستة وتمانين في الفترة من الف تلتمية وسبعين الى الف تلتمية تمانية وسبعين ميلادية واخيرا البابا متاؤس الاول السبعة وتمانين في الفترة من سنة الف تلتمية تمانية وسبعين الى الف وربعمية وتسعة ميلادية وعاش الكديس الانبلويس في فترة حكم الممليك لمصر وعاصر منهم الملك الصالح والمعتصم والناصر حسن والمنصور والملك برقوق وعاشت الجزن الأنبرويس على أرض الغربة حوالي سبعين سنة عمره بحياة الإيمان والزهد والنسك والصروات والأصوار والسيرة الصالحة والجهاد الحسن من أجل اسم رب المجد الفادي المخلص يسوع المسيح ونبدأ الحكاية يا حبيبي من أولها ونسمع يا فريدي أبني أرجوك أرجوك إنت يا والدي أرجوك تسمعني أنا عايز في حالة حزن كبيرة ألم سديد يحز في نفسي إنتك إنت يا والدي إسحاء الرجل البار اللي كل شعب من يتيمين بلدنا اللي إحنا تربنا فيها على حب المسيح وأعبادته ده كل الناس وبلدنا من يتيمين عارفين بالإسل كل المخلصين في كنيست المسيح واللي منهم أبوي أسحاء إنت إنت يا أبوي تجهد المسيح معقول يا فريدي أبني إنت ناس اللي بيحصل في مصر كلها مش بلدنا من يتيمين وبس الاضطهات زاد يا فريدي أبني وبصراحة أنا أتسمني كبيرة مقدرش استحمل اضطهاتهم تقوم تجهد المسيح تنكره وتنكر ألوهيته تلسى أديه احتمل عشان نحن البشر الخطاب وأدم نفسه زبيحة خلاص على خشرة الصريب محتمل تجشوك على جبينه وطعمات الجنود في جبه يا ابني أرجوك أرجوك إنت لسى صغير عمرك يا دو بعشرين سنة لما تبقى في سني هتعرف أنا عملت كده ليه؟ خوف عليك وعلى أمك صر وعليكم هو تخلاني تطرق الحبيب الفنادي؟ لا لا يا والدي لا يا ابني يا ابني أسكت أرجوك سن بحالي وفي العذاب جناري أقول لك أنا آي موسيبك أصلي مش هخلص من لسانك ها تصبح عليك فسانك فريد يا حبيبي أجب لك تتعلم ما ليس نفسي أمي؟ يا ابني حبيبي ما تصعبني كيف أعليك تعبك طول الله في الصبح ما تساعد أبوك فوغيته الخلاحة وبعض الضهر ما تدور بجملك تبيع الملح في بلدنا والبلاد اللي حوالينا ومهبني 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 وكلك لقمة وخشي نام ايه يعني يا ام عجبك الحال اللي وصل لابويا؟ صليله يا خبيبي صليله عشان ربنا يرده لصوابه رب الكنيسة مش هيتخلق عنها وخدست البابا مرقص الرابع البابا 84 من بابوات الكنيسة الطبطية بيصلي وبيرفع طلبات كتيرة في كل الأدسات ان رب المجد يتدخل وينقص كنيسته عدو الخير يا بني بيتمل دايما ضد الخير وأبنائه من أول زمن للضغاد يبدأ في عهد دقلاجيانوس سنة 305 ميلادية والحد النهاردة وحنا في سنة 1354 يعني أكتر من ألف سنة عدو الخير بيأسي قلب الولاه والحكام على شعب الإيمان المستقيم بالخالق القدوس رب المجد يسوع المسيح لكن أبدا يا أمي مش حينتصر الشيطان الجاهد وكنيسة الفخار حتنتصر في النهاية لأن الرب رعيها أيها حبيبي هو ده اللي حيحصل الكنيسة حتنتصر دلوقتي أدخل وكلك لقمة وقبل ما اتنام وفي صلاتك اللي بترفعها كل ليلة للرب الفاجي أطلب منه إنه يرجع لحزارة الإيمان كل أبنائه اللي هربوا واللي ارتدوا بالخوف من ميران الاتحاد اللي زادت وحلت صل صل حبيبي يا فريج يا ابني انت من الشباب المسيح المؤمن المتمسك بالاعتراف الحسن والإيمان الصادق معلمنا بورث الرسول قال في رسالته التانية لأهل كرونسوس فأنا أفضل في الأتعاب أكثر في الضربات أوفر في السجون أكثر في الميتات مرارا كثيرا وكلام القديس بولث الرسول دايما بيعزينه ويزود إيمانه ويلهب حمسنا للتمسك بيسوع المسيح إلهنا يا ابونا الأم في حالنا التأبع طرافي وانا دايما تلقى التعزية في كلماتك الجميلة المليانة بالحكمة واللي بتفصلي كل تعاليم حبيبي يسوع وبتخليني دايما أتمسك بحبيبي لكن اللي حصل لأبويا بيخليني دايما أحزني وألم مش أبوك عن مسحابه بس يقول لا دا كتير من ولاد المسيح خافوا من بطل الحكام وتركوا حزيرة الإيمان وصدقني يا فريك كل الكنيسة وعلى رأسها صاحب القداسة الأنبى مربوس الرابع بنرفع صلوات وأصوام لرب المجد إنه يخفف عن تبناءه والاتهضات ويرجع لحظرته كل خروف ضال المهم يا فريك انت هتتناول في قداس بكرة؟ بإذن رب النعمة أختيتها لني يا ابونا يوحن الله يحل لك يا ابو يا رويس يا رويس تعالا هنا تعالا يا رويس ما لك تعالا الله بارك في آخر الحزيرة ليه ومش عايز تتحرد تعالا يا رويس عجيبة أول مرة ما تسمعش كلامي ده ناس بتحسدني عليك وبيقوله أول مرة تشوف جمل صغير يسمع كلام صاحبه يقوله امسي يمسي يقف 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 روح تعالا ابرك ينفذ على طول زي ما يكون إنسان إنما تنهار ده يا رويس يا جمل الحبيب مش بتسمع كلامي آه طبعا زعلان زعلان على الحال اللي وصلنا ليها ما انت زي يا رويس بتحب أبويا المسيح أبويا وإلهي وسيدي وخالقي وصانع خلاصي أيوة أيوة عارفك بتحبه زي ما أنا بحبه ومستعدة قدم دمي وروحي من أجل اسم الخدوس على العموم ما تزعلش يا رويس شايف شايف الشال الجميل ده اللي أنا عملته من وبرك عشان يدفيني في برد الستة بص بص برضو لسه زعلان سدقني يا رويس أنا جوايا إيمان حقيقي بأن والدي سحاء حيرجع لحبيبنا وإلاني يسوع المسيح سدقني دلوقتي نام نام يا رويس وأنا هنام جنبك هنا في الحظيرة عشان بكرة عندنا شغل كتير تنسب على خير يا حبيبي أيوة كده بتنسيلي رأسك أيوة أنا عرفت أنت ممسوط نام يا رويس بسم الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين من مزمير داود النبي بركاته علينا أمين ليتحنن الله علينا وليباركنا لينر بوجهه علينا لكي يعرف في الأرض طريقك وفي كل الأمم خلاصك يحمدك الشعوب يا الله هل إله يا ربي وإلهي ومخلصي أتوى المسيح تدخل يا ربي ليرجع لك أبنائك الذي نرتده وجحدوك هربا من بطش الظالمين تدخل يا رب وهديهم لنور برك إرجع والدي إليك إرجع والدي إسحاء لحظرة إيمانك بشفاعة والدة الإله أمنا العزراء مريم وبشفاعة كل القديسيك وحبيبك القديس مريموروس كروز الديار المصرية آمين أو منام بقى إيه ده؟ قمت ليه يا رويس؟ الله رايح فين؟ أنا خلاص نمت إيه ده؟ بتسحب الشال الصوف وتجره وتغطيني بيه؟ يا سلام على هميتك يا رويس متشكر خايف علي من برد الليل أذكرك واتراصك بقى عشان أبوز أه، تصبح على خير يا حبيبي أيوه فريق فريق يا ابني انت جوا في الحزيرة اسحب فريق يا فريق يا فريق صباح الخير يا فريق يا ابني صباح خير يا والدي صباح خير يا أمي معلش صحيطك من نومك أنا، أنا ما كنت فنائي يا أبوي تلها إيه كان بيصن لي يا سحاب؟ والمسيح حبيب ومخلص وإلهي ابل صلاتك يا ابني صحيح يا والدي صحيح صلاتك وتفاعت أم النور رجعت أبوك للمسيح المسيح يا بنايا فتح درعاته وسدر الخنون له والكل أبناء المسيح اللي بعدوا عنه حيصير فرح كبير في السم لرجوعهم لحطن المسيح لأنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكتر من تسع أو تسعين بار لا يختبون إلى توبة أشكرك يا إلهي الصاطع أذكرك يا ربي إيدك يا بويا بودها إيدك تعالى بسدر يا ابني الحبيب الفضل لك في سيد الخمال ما من فوق عناية وتبديد سواد ظلامي بالنور نور الإلهي الصاطع تعالى بسدر سدر إلهنا الحنون أرحب وأوسع يا بويا يغمرنا بدفقه حلاله ومحبته ليتمجد اسم الله القدوس ليتمجد اسم الله القدوس يا سماعيل إلحق إلحق ابننا برنابة سخن وراسه هتولع وعمل يردع الظاهر الوابة حصله امتف يا ربي تنخي يا إلهي ده برنابة لسه طفل عمره ست سنين ما يستحملش مدي إيدك يا رب طب وبعدين وبعدين يا سماعيل إلحنا نفضل نلف حوالين بعد كده ومش عارفين نعمل إيه شوالد وشه أحمر ومزنعر وفض كل اللي في جوفه ومستيق يسرط حتى باقي مية ولا هيكل لقمة وبقى اليومين عن حال ده الواد هيموت يا سماعيل طب هنعمل إيه يا أكلودي يا زبتي بيدي إيه يا عمرو ابعت لحد يشوفه حد حد يطببه الواد هيترع من نلم ده هو اللي حالتنا يا ربي أيوا بس أجيبي ومستريش من إيه انت عارفة الحالة وديت قصيرة أجيب من إيه تجيب من إيه بيع أي حاجة إن شاء الله حتى نبيع الحفيرة اللي بالنم عليها برنبابي الوحيد حبيبي يهون عليك يهون عليك برنبابي يا خلوديا ما تزاوديش عذابي أنا هروح الكنيسة لابونة الكاهن يجي يرشمه بالزيت وراقلها السوع حبيب الغلابة إخوة الرب يشفيه الملح ببيع الملح الملح الأبيض تعالا تعالا كده يا رويس تعالا نخش من الزوء اللي جاي ده أيوه هو هو فريج بتاع الملح هو إن دهله بسرعة مين فريج ده ده شاب طيب وكل الناس في قريتنا بيحبوه وبيصرحوا لما يسمعوا صوته ده شاب وذيه هو دقي وبيقولوا إن البيت اللي بيدخله بتزبقوا ليه البركة طب وحنا ملنا إحنا عضينا الملح ومش محتاجينه لا لا مش محتاجينه اجري انتوا يا بويا الحبيب مش مهم الفلوس أنا جبتلك الملح الحد عندك في بيتك الفلوس تبقى بعدين أو أو أقولك مش ضروري اتفضل بس لو سمحت إن كنت ممكن تديني شوية مية أشرب واسقي جملي أوي يا كروتزا هاتي شوية مية الأخ فريج والجمل حاضر كان بقود يقدم لك حاجة أضيفك بيها لكن ما تكملش يا عم سمعان اسمي سمعان يا عم سمعان المسيح الحبيب قال لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس أبويا أبويا فالأمي أنا جعان جعان أول إبني برناقة مش محاول انت وقفت على رجلك وجيت لحد هنا إيه ده والشكرة دله لونه الطبيعي والسخنية راعد وكمان بتطلب تأكل يا كلوديا يا زوجتي كلوديا سيبي اللي في ايديتي وتعالي بسرعة يا كلوديا في ايه؟ ايه ده؟ بالنبا؟ بالنبا واقف على رجليه؟ وبيطلب يأكل؟ بالنبا خف الوبا راح منه انت فعلت قديس قديس الله لقد كانت ايه قديسة من المعادة أنت تلقى كيف حيرونا؟ انتحووا يا أخواتي أعزاك يقول لي يا إيه كنيسة احرابوا 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 يا حريب وكمس حدرهم يا فرح اخلوا احرابوا الكنيسة والي انتحووا لكم تروره أمت والي يترك ملاتوا ينجر المسيحي سيبو الحرب سمعت كلامي يعني رب انت الله ها تعال ايهنا انت فسيحي انا مسيحي اؤمن برب المجدى يا صوح المسيح فديا ومخلصا طب خذ طب خذ وانا اعترف برب ولاه اللي اقتورت دلوقتي من جسد هدامه الطارم هو الاه وخلص الكدوس طب خذ ياه خذ تعال انت انت ملتك ايه انا مليش رابحك عدينا روح باتي يعني طبت الكنت المسيحي انا مليش رابحك عدينا روح باتي انا مليش رابحك انا مليش رابحك انت مليش رابحك يا صلوب يسوع المليش فانا مليش مليش فانا مطع اليه كلهم معطوهم بنرويهم في السجن وما تمشوش بالعناء قبل ما انخباروا كل الربني في القليسه فاميهن يا الله موسيقى انا هو خبز الحياة من يقبل إلي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطف أبدا كلام رب المجد في إنجيل يحنى الإصحاح السادس كان ما لقلبه روح البار فريك عشان كده كان لبيهتم بأكل أو شر أو ملبس كان كل ما يرتديه عبارة عن شال من وبر الجمل جمل الحبيب رويس شال يدوب كان بيغطي به عري جسده وعشان يقترب أكتر من ربه يسوع المسيح ساب الألم توطر للضهاد اللي كان بيصدع أعداء الإيمان والخير بشعب المسيح المؤمن بكنسته ساب قدسنا فريك بلده مئة يمين وراح لبرية الشيخ وأقام فيها أيام ونظرا لحت الجوع اللي أصابت البلاد وقتها ما عادش قدسنا في برية الشيخ للايام معدودة بعدها بدأ رحلة المسير الشاقة ويا جمل الحبيب إلى القاهرة وقبل ما يوصل قدسنا لمدينة القاهرة وفي أثناء نومه تحت شجرة وكان الجوع أخذ منه مأخذه رأى في منامه رؤية جميلة جدا نسمع يا حبيبي نسمع مين؟ بسم الآب والابن والروح القدس لها واحدة مين؟ قلتوا مين؟ أنا صاحي ولا لايام؟ مين الرجلين اللي منورين دولك ونورهم بيلمع وبيبرق زي البرد؟ هدومهم بيض النوارة؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إنتوا؟ إنتوا؟ إنتوا بتتعملوا إيه؟ بتشيروني من تحت الصجر اللي أنا لايام تحتها؟ وطيرين بيه؟ ألا؟ إنتوا صعدين على خير؟ صعدين بك يا سماء؟ الكنيسة؟ مع جمهور سمائيين؟ يا تبارك اسم الظهر في الأعالي؟ أنا متغمد عينيك وتفتحها هتلاقي نفسك في الكنيسة السمائية المنتصرة طباك طباك يا حبيبي المسيحة أنا أنا حبيبي المسيحة ده أنا أضعف الضعفاء وأخطى الخطاء أدعينا وسأله شايف شايف يا فريق جمهور سمائيين بيستقبلوك بفرحة أدخل يا فريق أدخل انت جعاني يا فريق تقدم تقدم كل من خبز الحياة تقدم يا فريق إلى المائدة وتناول من الأسراء المقدسة حاضر حاضر أشكرك الإلهي القدوس أشكر وافر نعمك على روحي يا روح انتعزب بعد موات دم النعمة صرف عروقي نعم عاوزي ما هي تجيب تجيت أنا فتحة تجيب انتنذب مولد النساء عدريتك فاشني ملقف جاية تخرب وتعامي حتى أنا جننذب الفلوس اللي بتقول عليها عندي إيه أمانة أمانة يا بدي أنا متهيلة أمانة أصحابها يعني مجرد ذلك حرق هاي أنا حرق بحفظت في نصة أصحاب بحفظت عدد الدلف والسلف والعر والحسن والعين الساقن زي عينك بتبصيك ده ليه؟ ايه؟ مش عاكم الكلامي ده أنا أخوك ايه يا أخوك؟ ما حلتيش أجيب العيش لأولادي وانت أخويا السعيد باركة ابني وجه المهر ولا إني وجه المهر ولا إني وجه الجح أنا ده سعيد ولا بارك من ساق ما بشوفي الشك وأبويا وجه وش عفريك انبسط أنا ده يا مين غير كامت ده ليه؟ ده أنت من كبار دوان السلطان يا أخويا عداني ببا أنا أخطى الحقير في القادرة كلها مبسوط ابعد عني واعداني ومشوفش خديد قدامي غير في المناسبات ده بالسعيدة ولو شفتك مرة يجيطك فلوس هخلي الشرطة يبض عنيك ويربط سيء لطعمة التسول والنهن يا لأه؟ كيف هاك كده مهاردة يا فريان؟ لا أنت غربية تأكتر من عشرين كيلة أمح كيف هاك كده؟ اللي القرب والدنيا بتاقي تضلن وانت بتستغل من صباح ربنا وما خدتش راحك يا عم إبراهيم أنا بحب أشتغل ودي شغل حقه ربنا كفأ كثير يا فريك من يوم ما اشتغلت عندي والبركة بديد انت ساب مبروك يا ابني ده أنا إنسان خاطئ يا ريت إلهي يغفر زمي يا ابني خفف من طوضع ده أنت كل الناس اللي عرفوك في الطهيرة بلدنا بيحقوا عن طهرك وبرك والبركة اللي بتحلي في كل مكان تروح امبرح وصلت شولت القمح الساحة الغلال في بيتغير الحديث تمالي تغير الكلام لما حد يتكلم عن فضيلك طب قولي مش ناوي تتجوز أتجوز أنا يا عم إبراهيم أنا يا عم إبراهيم ما نفعش التواز ليه يا ده ده أنت بتستغل مدراوي من غرب الحنطة وبتكسب من عرقك أي عيلة كويسة تتمناج زوج لي بنتي من بناتها يا عم إبراهيم أنا متجوز متجوز؟ أيها متجوز أمي وزوجتي وبيتي وأهلي وناسي وكل حياتي هي الكنيسة وابويا هو ربي وإلهي وسيدي وحبيبي أبو الفقير والغلبان والغني الصالح صنع خلاص وفديا الإله القدوس ربنا يزيدك نعم وبركة أفريد قوم يا ابن قوم عشان نجهز السوينة اللي تتعتق في الفجرية وتسافر للبرولف وطبعا هيعدوا على قرية مينية يمين ده لدك أيوه هتمر الركائب عليها عاوز أي خدمة أيوه يا عم إبراهيم حبعت رسالة الوالدي والوالدتي حاضر ياسيني جهز العاوز تبعاته مش بقولك انت ابن بارد ربنا يباركة بتقطع من قوتك اللي أصلا قلقية وتبعاته الوالدي ربنا يباركة أه أه فريد يا فريد ورع فريد يا ذوبك اتدورت أسحب عبيتي هرب واختفى ما بيحبش حد يتكلم عن فضايبة وابني كويس فريد ابني صحته كويسة طمنا يا ابني فريد ازايه صدقيني يا خالقي فريد كويس موجود في الكهيرة وبيستغل مدراف مغزن غلال كبير عند رجل طيب بيحبه وكل الناس بيحبوه عشان تقواه وودعته وصلواته مستمرة وحضره الإدسات بانتظامه وتناوله من الأسرار المقدسة والمعجزات الكتيرة اللي بيسمح رب المد بصلواته شفى أمراض طرد أرواح ناجسة وكمان ما وهبت التنبؤ بالله هيجرى وكمان بيصرف على نفسه القليل من أجره وأكتر أجره بيقدمه كعشور لمساعدة الفقرة والأرامل والأيتان فرحتيني يا سمائي يا ابني دلوقتي نفس ارتاعت لو انتقلت من أرض الغربة يا ساح تكون مرتاعة لإلي طبنت على ابن الحبيب فريدك وهو بعت لحضرتك الرسالة دي وكيس الفلوس دك على البيت ربنا لحفظك يا فريد يا ابني ويملك أكتر من نعمه من يوم ما سب بلدنا مانيت يمين وهو باستمرار بيفتكرنا ويبعت لنا اللي بيساعدنا على المعيشة في وسط الحياة الصعبة وأنا اللي ساعدتي أكبر فرحتي دي ما تتوصل لك لأن كل اللي بيشوفه ويعرفه بيحبه بالبركة والنعمة اللي أعطاهم له الإله القدوس الرب الحبيب يسوع النسيح رب المجد قال في إنجيل لو لأن كل شجرة تعرف من سمريها فإنهم لا يكتنون من الشوكتين ولا يقطفون من العميق العنبا الإنسان الصالح من كنس قلبه الصالح يخرج الصلاح فإنهم من فضلة القلب يتكلم ثمه وابن فريك شجرة صالحة لبتت في أرض طهرة يرس نقي يعطي ثمرة طيبة صالحة قلبي وروحي ضعيم له قلبي وروحي ضعيم له رب كان يزيد تقواه وورعه وصلاحه ويقبله ابن بار ويمله بالنعمة طيب تؤمره بأي خدمة دلوقت؟ بلغه يا صمي اليابي إنه وحشي وحشي قوي مش بقى أشوفه أطع في قلبي للمعار في صلواتي أطلب له سلامة في طريق غربته وبدعي الرب في العدسات إن المسيح يحفظه ويحفظ حياته ويبعد عنه عاده والخير أقول له يا صموير وحشي وحشي ويحش أشوفه خيصتي دساتي من غير مشوفه وحشي وحشي فريق وحشي خبيبي خبيبي اخويا السعيد أخويا السعيد مسيحي 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 الخير انت واقف على أول الحرى الضلمة دي زير عفيته عايزين يا أخويا السعيد أنا مسيحي أنا تعيش بقربك مني أتعزت عسائل متعيش في مصر بولاه وانت جملك انت مالك كتبت ليه واقفة ضامة مستديني ايه صاحب القوضة اللي أنا ساكن فيها أنا وعيالي أمهم حيتروتني بكرة الصبح إن مدفحتش الأجر المتأخرة علي من أربحة شهر ما يتروتك يا أخي ولا يحباتك مالي أنا كنت ليدك والسيدك انت أخويا المقتدر مقتدر بأمن جبت الكلمة لديه ده لغدبان غدبانه على أنت حالي وهو عامل ستكي خليجي أروحة دلوقتي وهو عامل وش يا أخويا هو منت حاكين شوارايا ايه ايه شوف لك حد غير يستغفله يا أخويا يا أخي يا أخي حالي بايا عدتك مالا 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 يا بأس يا محسوس وأنا재ran ولكم اللي لك ولكم خ strange تففحهم Löجل كسر trade رجل كتر شوف أخد ناهك شوف أخد جاهك يا أه يا أه يعني الحاول ؟ الزجل ك辛د كenixار البحث سигр الدور الحاول سلامتك يا أخو يا حاغول مين يا الارضة مين 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 استعيد بركة ابن وقت الموت ابن وقت البحر ابن وقت الكحش رجل الكسر يتنازل حولي الحولي واندوني للمجمبراتي الايش للمجمبراتي انا اعرف شاب صالح ويعرف ربنا كويس سمعتوا يعرفها كل مريض عمل معه معجزة وشفاة معجزة 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 انسان بيصلي دايما وبروح الكليسة على طول وبيعمل الخير مع كل الناس ربنا بيرعله بسبب لي شفا كتير من المرد شفا؟ طيب واندوني واندوني بسرعة واندوني للمجمبراتي لقد انقاطبت وحعيش عالك من يتعولي اه يا ربنا اه 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 وخلص الساعة احناسه على المسير في بستان دي السمال انت بكيت وفي بيت بلعطس بس اتقذ الصياط وضربوك بالقصبة وحاكموا عليك بالموت ساوق في دروب ارشاليم حاملة للصريب وصمروها على الخشبة وتعنوك بالخرب وانت تحملت هذا كل من اجل انا يا رب في روح النبوة في سف ايوب انت قلت فعروا علي افواههم لا تموني على فك تعيرا تعوانوا علي جميعا احبك يا اله جعلك تقبل احتمال كل ذلك من اجلي ليت روحك القدوس يأخذني بفوق ويروني قوة هذا الحب ومصمير صبيبك تعلن لي عطاها هذا الحب واكليل شوكك يظهر لي احتمال هذا الحب هو الماء والدم الخارجان من جنبك يعلنان لي فايد هذا الحب فيني متيقن انه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا امور خاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خريقة اخرى تقدر ان تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا اه 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 خلاص يا سيد بقيت اعلك خلاص بقيت انسك الحقول يا بيه الحقول يا بك يا رب الله المجد لك يا رب وإله يسوع المسيح الان وكل اوان وإلى ظهر الظهر الامين يا طرى مين اللي بيخبط علي في الليل المتأخر ده مين مين افتح افتح يا رجل اتايم افتح افتح يا رجل الله انا السيد الاربان البتاوس ابن وجه الموت قلني ابن راجل نحس ابن وجه الارج اني تقرعني افتح ده رجل ده مين خير ارجوك صلي لإلهك ايش في ريب لا اخويا اتعطل في حجر رجلو مجزعت اقول لي ليه اللي بيطاقش هررت اقولي بالسامهم ابنان انت قذرت بيشت حجر انت قذرها في القدر قذرته ريب لي اه يا رجل حقولي ابو السيجلك يا سيد هو اسم الكريم ايه اسم فريك الحادي يا ابلي الحادي يا سيد فريك يظهر انكم غلطت في البيت انا مضراوي غلى مش طبيب ارجوك صلي عشان رب نعاش فيه ايوه احنا عارفينا انت هاجل طيب بتفل كتير وربنا بيسمع صلواتك ان كنتم عاوزين ربي يشريه اسألوه ليه بيه من الفقرة والمساكين مع انه غني ومقتدر ده حتى اخوه المحتاج ما بيمدش ايد المساعدة ليه انا انا كنت هالفت منين هالفت منين يا رجل يا برك دي التصحح رجل الله وبنت الوقت واشهد الله بين يديك ربنا لو شمالي صحح رجل المكسورة هاعداني بالفقرة والمساكين وانت كل محتاج ومش هرد غلباني وصدي بس ارجوهك ارجوك اذكرك يا الهي اذكرك يا رب ولتكن توبته صادقة اسألك يا رب والله القدوس تحنن على عبدك ومد ايدك له بالشفاء ليتمجد اسمك دائما روح يا سعيد وليعطيك الرب ما طلبت ايه دا ايه دا فحولا فحولا انا رجل اجتابت ايه 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 الكشف اجتاب بقيت شديم يا ناس ايدي دابة نوعتي على اليد من تاني هشكرك هيداني يا أخوي يا أخوي الحبيب، نعم تعالي، تعال بيتي خد كل الليل زبك وانتم يا أخواتي اشعالوا علىية بالنهاردة بيتي مفتوح لكل دلابه والفقار المحتنين اشعالوا علىية كلكم اشتركوا في القناة وامتلق النعمة والروح القدس بداخلك انت واهل بيتك دفعني الناجب ضعف ياخد بركتكم واصرت معاكم في النعمة نعمة السلوس المقدس الاب والابن والروح القدس يا قديس احنا وكل شعب الصعيد اخدنا بركة كبيرة بزيارتك لبلدنا حقيقة يا قديس كل اهل كوس بيحبوك ويحبوا اعداد الافتقاد الجميلة المعزية اللي بتعملها مع كل بيت مسيحي في الصعيد انت بركة كبيرة انا عبد الياسوع المسيح ما قلت الناش اسمك ايه يا قديس اسمي 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 تيجي تيجي افليو تيجي افليو انت قدسك بتعرف قدتي كمان انا 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 انسان امي انا انا ما بعرف شعر على كتب و بتعرف قبتي ايوه بس تيجي افليو ما لا تيجي الباطل اه ايوه ايوه مضبوط انا تيجي الباطل الكاذب المجنون ده انت انسان بار ورد ده قدس يجي سلام يا اخي سلام و نعمة اتفضل يا رجل يا طيب اه ترام ممكن ترات مية ابوي الرجل الطيب باين عليه غريب عن بلدنا قوس ايوه انا انا من القاهرة يا اخ مخايل ابنك مخايل البنة ومدام ابوي الطيب جاي من القاهرة يبقى اكيد لازم اخدت بركته ولازم تكون اعدت معاه هو مين يا ابني هو في غيره ده كل اللي بيجي من القاهرة مالوش سيرة غير هو والمعجزات اللي بيصنعها رب المجد بصلواته فريج انت تعرفه اه متشكل متشكل يا اخ مخايل على شوية المية وربنا يزيد خيرك سلام على فين انا لسه معرفتش اسمك ايه اسمي اه انا انا اسمي المشوار نستاك اسمك لا انا انا اسمي ايوه اسمي الويس اسم الويس ورايف على فين اخ الويس وانت شكلك تعبان من السفر ومعلش سامحني يعني الشال الوبر اللي انت ساتر بيه عري جسمك متطرب ومتبهدر انا انا هشوف المكان ننزل فيه وربنا يطبر الخير طب اتفضل في بيتي لحد ما لقيلك مكان تنزل فيه كان فرح كدسنا بالسيد المسيح مخلصه اكتر من كل ممتلكات هذا العالم فقد عاش كدسنا عاريا ليس له قميص ولا جبة ولا عمامة وكان كتير من الاغنياء بيقدموله هدايا من دهب وفضة وعمايم وملابس لكن كدسنا كان بيرفض كل ده وكان بيرفض ياخد من اي حد اكتر من اجر عمل وده كله لان كل اللي كان بيشوفه بيرتجف من شدة البرد بيشفق عليه الا ان قدسنا البار كان دايما قانع بحاله فرحان بفقره وكان دايما بيردد قول يحنى الرسول في رسالته الاولى الاصحاح الثاني لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم ان احب احد العالم فليست فيه محبة الاب لان كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة ليس من الاب بل من العالم والعالم يمضي وشهوته واما الذي يصنع مشيئة الله فيردد الى الابند يعني يا معلم يرويس الان بانطونيوس ولا ابو السواح الان بابولة وغيرهم وغيرهم طيب سامحني يا معلمي اسمحلي يعني اجيبلك حتى لو بطنية واحدة تتغطى بيها ومخدة تزند عليها راسك برد الشيطة بيقرس ويعض في العظم وانت يعني سامحني جسمك مايستحملش الرب راعية فلا يعوزني خيل المهم انا ابن عمد رب المجد عملت كده من صوف الجمل الكنسل دول ولو تكرمت يا ابني هاخدهم يا معلمي وحبيعهم زي كل مرة واجيب لك فلوسهم لا يا مخيل يا ابني فلوسهم تاخدهم وتوديهم لعم داود اللي ساكن ورابتكم السيطة بتاعته عيانة وكفاية عليه يا ابني اولاده الاربعة وقلت ايده ربنا يعوذك ولو سألك قوله دل من اخ محب خاطي اللي اخ حبيب بيحبه رب المجد وربنا يبركك يا ابني هو هتقول اسمي وعلى ابن الطاعة تحل البركة حاضر يا معلمي حاسب حاسب يا مخيل ياب هو عدوس على العجر فين يا معلمي المكان اللي بتشور عليه ما فيهش عقارب ايه دا اللي بيبوق في المكان اللي شورت عليه دا دا درهم دهب اوح اوح تدوس عليه حاضر لا دا اختفى درهم دهب اختفى يا معلمي دا هو دا حياته في لحظة يبقى جدام عليك ولحظة تانية اختفي حقير ومحبته شر محبة المال يا ابني اصل لكل سرور السلام يا حبيدي سمع السلام والنعمة انت السعيد ايه يا حبيدي سمع انا في درسة دول لحد معرفت مكانك وجيت اخذ بركتك خير يا ابني بعد ما الرب تمجد وصنع موديسته ببركة صلواتك وشفال رجل المكسور امنت برب المجد اسوع المسيح الهنا ومخلصته وعملت بوصيتك بقية وسعى مهالي على اخوة الرب المحتجين ودور على بيوت الارامل والايتام وبيض الرغبان والراهبات وقدم لهم كل اجتياجتهم وبلغت صلاقتي الف اردد بغلة سنويا وكل ما اتصردك على المحتجين الرب بيزيد في غلاتي وبيبارك ليه تبارك اسم الرب القدوس وانا جايلك يا قديسة الله استشيلك اخذ بركتك وانحالك لتكن اردت الرب السلطان يا قديسة الله السلطان بيحاول يغريبي عايزي اعيني وزير انت خدت ابانك او انان اخدت العقاب وطبع انا مش خايف ولا يمكن اتخلى على المسيح مخلص ما تخاف وما تحزنش لا تتردد السلطان حيموت قريب وابشرك يا اخي بيانك كل ما حتوع في شدة في البر او في البحر وانت بتباشر تجارتك رب المجد حينجيك والله الخالق الخدوس زاد على عمرك بعد ايمانك اثناشر سنة فداوم على محبتك وعلى عمل الرحمة انا يا قديس الله خلاص انا بتضرع في صلواتي الى الاب السمان انا التقل من هذا العالم ارض الغربة الى الله صالح خلاصي ويا ليت ربنا هتحنن عليك ويكون ازدقائي في حضور ابي القديس البابا ما التاوس البابا السلحة وثمانين ربنا يديم قدستك سنين غربتي على الارض بالدور من البابا مرقص الرابع البابا الارباه والثمانين اللي عصرته الصباي ومن بعده البابا يحن العاشر اللي عشت معاه شباب جهاتي باسم الرب ومن بعده البابا غبريال الرابع البابا ستة وتمانين ودلوقتي البابا ما التاوس ربنا يحفظ حياته ما تعلاش ربنا يسوع المسيح هيستجيب تلبطك امين امين في مرحلة من مراحل حيات قدسنا البار الامبرويس او فريك او تيدي نال كرامة الاستعلانات الالهية لي فلقبته الكنيسة ايضا بلقب سي او فانيوس اي ناظر الال لكسرة ظهور فسمعت قدسنا البار الامبرويس بيتكلم مع شخص بيودعه الوداع الاخير وتعرف بعد كده انه كان بيوجه حديثه الى القديس البار الاب مرقص الروحاني اللي كان الراهب بدير كوكب البرية الانبا انتونيوس والعاش اكتر من تسعين سنة الارض مرقص الروحاني دا يا حبيبي طراء للانبا لويس ساعة انطراقه من ارض الاربا واتنشر الخبر بين الناس فزود اقبال وتكاسر الحضور الى الامبرويس مما جعل قديسنا البار يحاول ان ينعزل عن الناس ويفضل شغور متوصلة ما ينتقش بكلمة واحدة القديس قدر يدرب نفسه على الصمت ودخل عدو الخير يدفع اليه بعض الاشرار علشان يحاولوا تطلعوه عن صمته دون جدوى انفرضوا بيه كبلوا ديه ورجليه وضربوه على فتكه وبعضين ساقوه للامير الشرس الامير سودون انت انت بحقك قديس رد رد علي انت قديس طيب انت عارفني تكلم ما تتكلم انت اسمك رويس يعني رويس انت طيب انت تعرفني انا مين احب اعرف عد بنفسي يمكن لما تعرفني تتكلم انا بقى سودون الامير سودون ما سنادش علي او الا ايه انا بيسموني سودون الداموي ها 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 لاني بحب اشوف الدم وتلسس بلون الدم الاعمر القاني يا سلام يا سلام يا سلام كده لما ابطحك والدم بقى يشُر من جمينك 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 المكرمش expedition تعرف تعرف هيبقى مانزر جميل جمِيل جدا ما بتتكلم يا رويس انت انت برضو مصر انك ما تنتقش طيب يا سيدي ما تلاشي بقى احنا مع بعضنا وانا بقى اعرف نطق الحجر بقولك ايه احنبدأ كده بحاجة بسيطة خد اه ده كده الم صغير على خد يا صوابع علمت عليه صوابع يخلت خدك لا صفر ده يحمر مش ممكن انت برضو مش عايز تنتقل ايه طب اقولك ايه ايه غراية بقى في اللاكمة دي ها على بقى المسامسم الجميل ده ايش مواجهتكش ولا ايه طب ده حتى الدم بدأ يخر من شفايفة انت عمد جلن ايش ما تخليش عفاريته تططط قدام عين ايه مفيش فانج ولا ايه يا راس اضربوه بالعصي الغريضة والقربيج السوداني لحد ما لحمه يتهري واملوه لي ارضية بهو القصر اللي احنا فيه ده املوه بدمه اضربوه اضربوه بدمك من الارض اضربوه بدمك من الارض وبرضو مش هتتكلم خدوه من قدامي خدوه من قدامي وشهروه لبسوه المسخ وطوفوه بيه في الشوارع والميادين وخدوه كل الشعب يهزئ به ويضربوه ويحدفوه بالطيل والزلط وينخسوه بالسياخ وبعد كده اربوه في السجن اه عمالي قديس ما بعشانا الامير صدون المنطاتك رب ليس معك رب ليس معك فضل ديك ايه دورة في سجن سيدنا البابا متعوس السلام ايها البار الكديس ريس وقبل هذه يا سيدنا البطر الان بمتعوس الاول البابا سبا ثمانين انا خدت اذن بالعفو عنك وارجو ان تطبر الاقامة عنك حتى يتم علادك من جراحاتك واوضاعك ومس حسينك ابي مهتمي الفائك وانال بركة وجودك معي محتاج صراحاتك سيدنا المرض زاد علي يا ليام الأخير صلي صلي لي ابنك انك الخاطئ اللي ماتع صراحاتك صراحاتك يا قديس موسيقى 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 الموسيقى افتحي 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 يا زلو الدقود الشماعة افتحي سلام ايه ده انت دخل بيتنا ليه ده ده هيعمل ايه ده انت شايل شوال السكر اللي اخلتنا والي بفتح وانه دقود بيزي حلو والشرباط وراح ديها يا فان ايه ده انت هتعمل ايه ايه سبش شوال السكر في ايه المية كل السكر اللي حلتنا با حاولي ايه ده 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 هتعملوا منه الحلو ده كده برضو خرفته بيتنا يا زوج الداود انت مش عارفة انت ينجوزك ده ده الشماعة هتندربه بالعصي اعرف انا السكر اللي هتعمله منه الحلو ده رب المجد ينقذكم من ظلم الاشرار رب المجد ينقذكم من ظلم الاشرار من؟ أكيد؟ إبتاحي أنا مقيت إيه ده؟ ملك يا داودي يا داودي لأسك الماليزين بالتلاثين مش تفاجة عزيلا لكيهني شوية وخرط بلتنا هوعي يا ستنت خشو عاصقر هاتوا السكر من جوا بيت داودي الشماع وانتوا عشهود وحتشوفوا بعنيكم واتشهدوا قدام الأمير واتبلغوه انكم حينتم السكر اللي اشتراها داود بالاموال اللي اختلاصها من اموال السلطان مفيش في البيت ولا معلق السكر يا جنابك مفيه سكر فلدت من ايد المراد يا داود معلش يالا مين يا عجالة يالا ايه مفيه سكر في البيت اموالش والا السكر اللي بضض بيه الشربات راح في الامواله هحكي لك هحكي لك هحكي لحتي كل حكي دي دا كويس والراجل القديس دا عشرة عن عشرة صنع معانا غير كتير بس انا دلوقتي عايز افهم حاجة احنا محج عندنا ولا فلس مقيت المقيت كفر الاوالي والراجل القديس فرخ شوال السكر كله في البيت انا هعمل هي دلوقتي هاوشت لكم بلاي يا خربتك يا داود يا ابن الشماء يا خربتك يا داود يا ابن الشماء احب ايه القديس احب احول لعنقفك مع سجر السلطان احباد نورت ميت انا عارف انك حزين على السكر بس يا داود لو كنت وثيق الايمان بالله السلوس القدوس كنت اخدت مية من الزيل وطبختها شراب حلو زي عدك هتلاقي المية بقت فرباط واذا كنت ما تعرفش تعمل دا لان ايمانك مش قوي انا هساعدك وعملهولك عشان تشوف ازاي حيبقى شراب حلو بنعمة ربنا تعال معايا يلا ايه تزير المية باسم الاب والاب نار واهل قدس الالاهل واحدة مين باسم الصريب الماهي الفدين المخلص لتكن اردك يا رب المكن سلام سلام يا اخي داود سلام ايه على فين مش مش هتنسي قبل ما تعمل الشراب الحلو يا موتيني ايه شرب من المية تزير يا داود اشرب ايه مية انا انا عاولك ترجع لك شوالي صبقة طب اشرب ولو كده يا داود اشرب مية هاد هاد غشرة اقوم ايه ده المية في الزير بقى تشرب حلو اسم اقول انت فعلا غني القديس املى الاواني مية من البير قد السكر ضع منك وبنعمة رب المجد لما تطبخها هتلاقيها شراب شراب حلو اه اه طيب وليه املى مية من البير انا عاول البير كله بحلو وبيعوا شراب حلو وكسب جهب بير حلو ما انتهيش ايوه اهوه ودي البير ودي الجرة يا بير اتحول كلك لحلو شراب حلو اهوه 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 ميا مره ميا مره اهوه اهوه اخوري ميتك يا رب حلو الله تخننه اعمل معاك كده حيث ان ما اطلبنيش بالسكر فاشكر ربنا لانه نجاك انت وزوجتك من الضرب بالعص من دلست اله على مالك اذكرك اذكرك يا رب شكرا اني اعزوك ليه انت مالك وطبارك اسم الله في العالي مالك يا قصير الله شكرا انت عمالك بلالي ارجوك ارجوك يا اخ داود اسكت لي اسكت لي ما اصلي في البيت اسم عاوز كامل رجيت يا عم اوعا اوعا رايح فين اوعا قولي عايز كامل رشيف وانا بديلك انت بايح الفرن ليه تعال هنا فرن ولا حتعمل ايه ياولاد شوفو الرجل العبيد دا بيعمل شده ايه بياخد التراب من القلب وبيحط بصير المية اللي بنعجل منه دا مالا سير تراب بتعمل يا رجل العبيد انت ملك المية تراب خد 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 ساعدني يا رب ساعدني عليا القطوصة اسحاب العبيد دا من هنا في ايه عن الزير والموس الشارع الله دا تراب حجر دا تراب الزير من الحجر يا مجدود ايه دا الزير ترشق والمية ساحل يا ستر يا رب ايه دا التعبان كبير خرج من الزير التعبان الكبير دا والراجل البركة دا هو اللي انقاذنا التعبان هيري سامحلي يا بركة سامحلي يا بركة سامحلي يا بركة سامحلي يا بركة ربنا يسمحكم ربنا يسمحكم يا أولاد ربنا يسمحكم يا بركة ربنا يسمحكم يا بركة يا قديس الله انا متقلم جدا عشانك تسع سنين دلوقتي راقد على الأرض ورفض حتى ان احنا وحطت حتى ولو بطنيا دقيتك مريض كده على الارض صعبة جدا علينا خلاص خلاص يا مخيز ابي انا خلاص ساعة تالية وانتم كيكم يا ولادي خلق فلكم اوصيكم من مخبة رباط الجمال تمسكو وابنى مخير البنة هيخذ بالو منكم النهارة النهارة الاغد احنا يا رجل الله طلبنا ابونا يجيب عدل الوداس ويناول ادسك من الجسم يدام الرب يسوع الرب يسوع بعضه يا فاتم النور جيب نفسه على مركبتر الارضمية ونولي من الاصر القدس عشان يمكن يمكن اكون اختار ولا الحالي هو الارضة كان مخير نهارة واحد وعشرين بابة الف مية واحد وعشرين سهده 18 اكتوبر 1400 الى دي يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام حبيبي اخترت اليوم واحد وعشرين من الشهر الابطي تذكار جفعات البتول العدر ماريام السلام السلام حبيبي حبك لبنا كريس تيجي فريق ما يستهلوه هاتولي هاتولي ما يغسل جسدي وارسي مبالا بالصريب اعلم معادي يا فوق بعد التالي هاتولي 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 المجدر اسم الله المهار اللي استعلك فجأة فركني الأوضر لسه ما عرفت المهار اللي أبني من المهار دور نور مقدس دور الله وخبيبي وخلص يا دور جيلتاني هاتولي المسيح قدام كيفيره سمحنا يا معلم حمسيني النور ونار يا خبيبي يمكن المسيح يا حبيبي تمت يجيني وشوف درم خمسة يجيني وهو عوز حبيبي أنا جيلت جيلت في ملك وتكرر موسيح 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 تخبيري عدن غور موسيح حبيبي وصعود لا خبيري يا رو حبيبي حبيبي لا حب perceب 9 سنوات على الأرض م right يتللي زدرج الشريم وألو أيوب الصبر معا thats معامل خاتر صبر يعلي 10 سنوات على الأرض م right يتللي زدرج الشريم وألو أيوب الصبر معا概 أنا خاتر صبر يعلي يارك لي أكل وقت ياسم فايت الغرض يا نفس خلاص يارك لي أكل وقت ياسم فايت الغرض يا نفس خلاص إهد خلال إمتعيت الغرض مبينة يا نفس خلال إهد خلال إمتعيت الغرض مبينة مصعد يا نفسي خلص الحبيب يا ربني أكل وقتها مصعد يا نفسي خلص الحبيب يا ربني أكل وقتها جيد واحد وعيش البابة حاسد روحي خلص الحبيب وربي أصرحي افتح بابة ويغفر ذنب داء البطير يوم واحد وعيش البابة حاسد روحي خلص الحبيب وربي أصرحي افتح بابة ويغفر ذنب داء البطير يا ربني أكل وقتها يا ربني أصرحي يا ربني أصرحي خلص حبيب يا ربني أصرحي خلص حبيب يا نفسي خلال إلي خلال تأتي الغربة مدينة يا نفسي خلال إلي خلال تأتي الغربة مدينة يا صعد يا نفسي خلال حبيب يا ربية كل وصيات يا صعد يا نفسي خلال حبيب يا ربية كل وصيات يا ربية كل وصيات يا ربية كل وصيات يا ربية كل وصيات إنهم يسلون القدر ياربا والابن والرهاي القدر ياربا 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 وبعد نهاد الحسن انتقل هذا الكديف العظيم إلى سماء المجد وكان لحظتها وحيدا بعد أن بارك تلاميذه وانصرفوا وأسلم روحه الطاهرة في يوم الأحد المبارك 21 بابه سنة 1121 للشهداء الموافق 18 أكتوبر سنة 1404 ميلاديا ويشهد أحد الأخباط المؤمنين برب المجد وكان بيسكن إلى جواري قال لقد رأيت في تلك الساعة امرأة تستع كالخمس جالسة إلى جانب في هذا الأرض ثم طلبت من هذا الكبطي أن يخبر الأسعد قسيس الخندق أن يأتي ويدخن جسد هذا القديس البار الأمبرويس في بيعتها بدير الخندق بالعباسية أرض دير الأمبرويس حاليا وهكذا تسلمت السيدة العذراء مريم روحه الطاهرة تحقيقا لأمنيته وكل من اهتم بتذكار هذا الآب على الأرض فالرب الإله يهتم به كما وعد ويعوده في ملكوت السماوات ويسمعه الصوت الفرح القائل تعالوا إلي يا مباركي أبي رسل ملك المعد لكم قبل إن شاء العالم شفاعة هذا القديس البار تكن معنا دائما ورب يحفظ لنا كميسة القبطية الأرثوسية وأبينا الورع راع الرعاة صاحب القداسة والهطة الباب المعظم الأنبى جمود الثالث ولربنا المجد والتسبيح دائما وإلى الأبد يا نفس خلال يا نفس خلال انت عيت الورض مالي لله يا نفس خلال يا نفس خلال انت عيت الورض مالي لله انت عيت الورض مالي لله تسع سنواتع الأرض ملايك في الجريز البرجان وقال أيه في الصبر معائم عندنا خاتل صبرياني تسع سنواتع الأرض ملايك في الجريز البرجان وقال أيه في الصبر معائم عندنا خاتل صبرياني يا ربي يا كله أكسي يامين تهد هو ربا يا نفس خلاص يا نفس خلاص يا نفسي خلال ان تأتي الغرض ما بالماء يا نفسي خلال ان تأتي الغرض ما بالماء صعد يا نفسي صرت لحليب يا ربنا كل وقت صعد يا نفسي خلال حليب يا ربنا كل وقت اليوم واحد وعيش البابة حاسس روحي خلاصاتي وربي يا صدي